السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا وبياكم ويجعل الجنة مثوكم حبايبنا طلابنا يعطيكم العافية ويثبت خطاكم ان شاء الله طيب حبايبي طلابي اخذنا نحن عارف الدرس الاول طولنا استاذ باسل سبع اجزاء ليش سبع اجزاء ليه اشيان هي كائنة مادة جامعة شو يا حبايبي اذا بدنا هذا الرقم بدنا هيك ميتين من ميتين بدنا نتعبع حالنا شوي اللي بدو ينجح نجاح استاذ يعني هذا الشرح لناس بدها تفلل صح ولا لا انا عارف ان طولتها شوي لكن والله هنا مصلحتكم وحتى خلي واحد من اهلك امك ابوك واحد من اخوانك اسمع الكلام اللي انا بحكيه بقولك بالعكس هذا لمصلحتك لانو انا بدي بمشي بسرعة وخلاص بختم بعدها بحجز على المالديف وبسافر اخواني بغير جو مثلا صح ولا لا بس لا انا يعني ما بقدر اتركه هون يعني فخلينا نظل نعطي حصص ونشوفكم ونتفاعل معاكم ونغير جو يعني فيش ورانا اشي طيب اخواني المرة الماضي بس عشان للتذكير المرة الماضي اخواني الاعزاء اخذنا الجداول هاي بيجيب لي اقتران عبارة عن ارقام وما ارقام واشياء وبطلبني متزايد ولا متناقص مجال الاقتران مدى الاقتران خط التقارب الافقية يعني بطلبك سواليف زي هيك شايفين طيب بس هذا الموضوع خلاص طيب ممكن يجينا العكس نعم ممكن يجينا وكثير المعلمين يعني ما بعرف اذا طرحوا هذا الموضوع ولا لا ممكن يجيب لك رسمة وبناءا عن رسمة يا طالب الادب الحلو الامور الشطور بيجيب لك الرسمة بيطلب لك المطاليب اللي هو بدو اياها طلع علي مثلا خلينا نتعلم ونبلش بالرسمة الاولى الرسمة الاولى استادة شو ببالله بزبط نعمل زوم كيف منعمل زوم لو كبسنا هيك مثلا بعمل زوم لا بعملش اه حبيبي حبيبي اه بلشنا ببطج وكتبها بسيطة بسيطة يا اخوان ما صار اشي ما صار اشي طلع علي هسا بسألنا اخواني الاعزاء بقول لي هل الاقتران الامور الشطور هذا متزايد ولا متناقص شو باجي بحكي له بقول له والله هذا اللي بتطلع من اليسار لليمين كيف بعرف انه متزايد ولا متناقص بتطلع هيا سار وبمشي بمشي بمشي باتجاه اليمين والله يا استاذ باسل انا شايف انه طلع اه طلع استاذي زي كانه طالع طلوع داعس انت حاط على الغيار الاول وداعس ع الصاجة انت طالع طلوع معناته ايش بدي يكون عندك متزايد خلاصة متزايد هنا يا استاذ العزيز نفس المبدأ بتبلش من يسار الساهمة بتمشي 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 والله استاذ باسل ما شاء الله عليه متزايد كمان صح طيب خط التقارب الافقي اطلع عليه انا بدي اريحك بس ركز معي عشان ما نتغلب هس شو يعني كلمة افقي اخوان كلمة افقي شو معناتها كلمة افقي يعني خط هيك افق لما انا اطلع هيك باتجاه الافق خط افقي هذا الخط ازاي هيك منسميه عامودي عامودي بالنسبة للعمود مش نبين زيك انه عامود كهربا وعليه لمبة هون عامودي هذا افق الافقي هيك شكله هو لما يحكي لي خط التقارب الافقي يعني هو بدي يكون خط افقي تمام تمام باجي هون اخواني شو بعمل باجي بسألكوا سؤال يا حبايبي يا قلابي وين دقيقة خلينا نمسحه وننعمل نحط فاونديشن للمنحنة ننظفه بشرته عشان نعرف نشتغل عليه شوفوا يا اخواني هسا شو اللي بدنا نسوي كالتالي طب الله علي في عنا هذا المنحنة الحلو المنحنة هاذ وين بدي يكون الوين بدي يكون انا اش فيها صبايا حدروا وين بدي يكون الخط تمام يا اخواني شايفين نحن وين بنقطع المنحنة نحن بنقطع المنحنة عند النقطة هاي ابتعرفوا خط التقارب الافقي وين بدي يكون باجي بتطلع النقطة هاي هون قطع اه معناته خط التقارب بدي يكون على اللي تحتيها مباشرة اذا خط التقارب الافقي راح يكون واي تساوي اثنين اه حلو يعني انت بتشوف وين هو المنحنة الزهري قطع الاخضر واي وين قطعه النقطة اللي تحتيه مباشرة طيب هون يا اخوان باجي بتطلع هون شو خط التقارب الافقي باجي بحكي والله المنحنة الزهري قطع هون الخط بيجي تحتيه مباشرة عند الرقم اللي تحتيه اللي هو ايش بدي يطلع اللي هو سالب اثنين واي تساوي سالب اثنين بتقولولي والله تمام تمام التمام يا استاذ يلا اللي بعده بيجي بقول للمجال يا زلم المجال ازهقناه والله المجال الر والدلع تبعه شو مندلعه دلوع هذا الر باخذ خصوصي ومراكز وبطاقات ومع هيك بتطلع بالاخر الراسب صح ولا لا الر يعني المجال الر يا اخوان انتوا عارفين خلص ازهقنا الر 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 طيب بتطلع والله خط التقارب عند اثنين تمام خط التقارب عند اثنين الان بتطلع فوق شوف استاذي خط التقارب هايو شايفينو هاي خط البحر يعني هاذا بدنا نعتبره سطح البحر هاي سفينة التايتانيك سفينة التايتانيك فوق البحر ولا تحت البحر اللي فوق سالب ثلاث اه اه سالب ثلاث هاي انا قاسب سالب ثلاث هون سالب اثنين اللي تحتها سالب ثلاث مية بالمية كلامكم صح طب يلا اخواني هاي خط البحر هاذا خط البحر سفينة التايتانيك اللي هي اللي انتوا شايفين هاي المنحنى الزهري فوق البحر ولا تحت البحر بتقول لي والله فوق البحر فوق البحر معناته موجب ما لا نهاية يعني بدي يكون المدى تبعك من اثنين لموجب ما لا نهاية طب يلا هون المدى المدى ايش نكتب من سالب ثلاث السالب ثلاث باخذها من هون من عند الخط تمام يعني استاذ انت المدى بتاخذه من سطح البحر سطح البحر اللي هو خط التقارب خط التقارب وين جاي عندي السالب ثلاث والله هاي سطح البحر يا الله البحر محلال يوم امنور تمام فوق البحر في سفينة التايتنك شايفين السفينة اه هاي سفينة هاي السفينة هاي فوق البحر ولا تحت البحر بتقولولي فوق البحر معناته يا جماعة الخير بكون المدى من سالب ثلاث لموجب ما لا نهاية فوق البحر يعني موجب ما لا نهاية طب استاذ في مجال تحكي لنا كيف يعني تحت البحر أنا بحكي لك هاي الرسم إخواني مثلا رسمنا الرسمة هاي هاي رسمنا السفينة فوق حلو؟ تقول لي حلو وباجي برسم لك خط هنا بالأزرق هاي ما زي هيك؟ تقول لي تمام هنا أستاذ هاي خط البحر مثلا خط البحر جاي عند الثلاث بتقول لي المجال من ثلاث والسفينة فوق البحر موجب ما لنهاية طب لو كانت رسمتك زي هيك مثلا كانت الرسمة زي هيك طل علي كانت بالشكل ها ها كانت هيك وكان هون عندك خط البحر كان هاي خط البحر هون وخط البحر جاي عند الرقم اللي هو السالب اثنين مثلا شو بتقول لي؟ بتقول لي أستاذ البحر هاي خط البحر بالأزرق سفينة التايتانيك غرقانة غرقت هاي تحت البحر بتقول لي معناته المدى بما انه السفينة التايتانيك تحت البحر معناته سالب ما لنهاية يعني بتحكي من سالب ما لنهاية وايش قيمة خط البحر سالب اثنين لا سالب اثنين وهون من خط البحر ثلاث لا السفينة فوق موجب ما لنهاية أنا هيك أعطيتك كل اللي تركات اللي ممكن تيجي في بالي الوزارة وفي حال أستاذي ما فهمت أي نقطة بعثلي مات هي أستسلم وتقول خلص أنا هيك أعيدت لا يا حبيبي لا لسه فيك الخير وفيك البركة ومشاء الله عليكم وانتو نشام اخواني طيب هسا بيجي بيسألني سؤال بيحكيلي خلينا نعلمكو شغله دايما لما يطلب لي نقطة التقاطع مع اكس يعني بيسألك سفينة التايتانيك المنحنة بيقطع محور اكس تيجي بتطلع فوق انت ها اطلع تيجي بتقول لي والله أستاذ باسر بس خلينا نمسح هنا خلينا نعمله فلترة نعمله تنظيف بشرة تمام لأنه بيستاهل لأنه محترم المنحنة ها ما بيغلب أبو أمه طلوا عليه هون اخواني شوفوا هسا هذا المنحنة اللي بالزهري بيقطع محور اكس بيقطعوا هاي هاي سفينة التايتانيك وهاي محور اكس قطعوا بعض عملوا حرف اكس يعني مروا هيك مثلا عملوا هون تقاطع مثلا ما تقاطعوا ما في تقاطع باكتب له لا يوجد باكتب له هون لا يوجد تقاطع مع محور اكس طيب طيب نشوف المنحنة هادا هل المنحنة هادا بتقاطع مع محور اكس اه بتقاطع شوف اخواني سفينة التايتانيك وهي ماشية غرقت نصها فوق البحر نصها تحت البحر وين تقاطعت مع البحر تقاطعت مع محور اكس وين عندي الثلاث طبعا دايما لما يقول لك التقاطع مع اكس شو نقطة التقاطع دايما لما يقول لك مع اكس اكس بتكون الرقم وواي دايما صفر طب اذرد حكالي شو نقطة التقاطع مع واي هسا نحن مرقنا 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 قطعنا اكس هون اه والله هاي محور اكس وقطعنا كملنا 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 قطعنا واي هون واي اللي قطعناها هاي سالب اثنين الرقم هذا اه يعني اكس صفر وواي سالب اثنين عكس معاكس يعني هون لما نحكي التقاطع مع اكس بتكون واي الصفر لما نحكي التقاطع مع واي بتكون اكس اللي هي الصفر ففهمتوا علي يا اخوان يعني هنا الثلاثة وصفر وصفر وسالب اثنين هنا التقاطع ثلاثة وصفر وهنا صفر وسالب اثنين هنا الفرع الثاني بنقطة التقاطع مع محور Y وأنا بدي أغشيشكوا شغله دائما لما يقول لي التقاطع مع X دائما Y بتكون صفر والثلاثة اللي هي الرقم الثاني اللي عند المدل ما تقاطع ولما يقول لك نقطة التقاطع مع Y بتكون Y هي الصفر وعندك السالب اثنين اللي هو وين ما لمس شفتوا الخط وين لمس طيب هون أستاذي بيحكي لك بده نقطة التقاطع مع واي اطلع فوق اطلع 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 والله سفينت هاي تايتانيك ماشي يا اخوان بسبيل حالها ها وين تقاطعنا عند النقطة هاي مع محور واي مو هذا اسمه محور واي بيسألك وين قطع بتيجي بتحكيله والله أستاذ باسل غششنا شغله التقاطع مع محور واي دايما اكس بتكون صفر طيب وين قطع عند الثلاث بتحط الثلاث هون بلا ما هي سهلة يلا هون تقاطعنا مع محور اكس لما نحكي التقاطع مع محور اكس يعني بتكون واي صفر و اكس اللي هي الثلاث طيب التقاطع مع محور واي خذ النقطة هاي تقاطع مع Y بتكون X0 و Y الرقم اللي قطعنا عنده هاي أسهل طريقة ممكن أعطيكو إياها حتى تميزوا التقاطعات طيب نقطة التقاطع مع Y حكينا اللي هي إيش حكينا هنا 0 و إيش أخوان 0 و 3 0 و 3 0 و 3 X0 و Y 3 هل اكتران واحد لواحد أم لا آه يعني هذا إشي بديهي يعني بديكون اثنين لاثنين بدي يكوني توكس لواحد مش لاثنين مثلا شو بدي يكون واحد لواحد